السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده أنا خوت لبس أليكم كنت من أربي دائما تكون في أتمل الصحة والعافية إذا كانت هذه أول ازدركة في القناة فأنا أحمد جوروك أقدم حشوة تقني ففضلا وليس أمرا هبدا بأقوم بالشتراك في القناة موضوع الحلقة أخي الكريم كنت بغي نديره على بي اس كات ماي عندي واحد المشكل في المونتاز طرحها في الحلقة دي البي اس كات إن شاء الله سنضعها هذا الأسبوع ولكن في الحلقة سنهضروا على بي اس تروا حيث كائنا العشاق دي البي اس تري ما زال يسلوني الدراري على بي اس تروا ما زال كونم قوليكم بلي أنا ما كان بيعش بلاي ستشن ما زال الناس غالطة فاش كندير مراجع الاجهزة دي الكنصل دي الاشتركة صنم اللي هما بي اس تروا و بي اس كات كيني اخواتك يصحبوني كنبيع أخوتي انا رأيك في واحد فيديو أنا ما كان بيعش بي اس تروا ماي سنساعدك وكان عطيك واحد المعلومات ومن خلالها أن تأخذ PS3 و لا تقول لك أن تكون أعرف حواج معلومات على الجهاز الذي ستشرح نبقى مباشرة لأنواع PS3 التي كانت هناك أنواع أخي الكريم كانت 3 ما كانت 4 6 10 كانت 3 الأنواع هم PS3 العادي PS3 سليم PS3 سليم أول جهاز الذي سنقوم به هو PS العادي PS العادي الذي كان هو أول إصدار خرجه شركة سوني سنة 2006 وبالضبط 11 نوفمبر هذا الجهاز أخي الكريم لقى واحد إقبال كبير في مبيعاته ولكن مع الأسف هناك عيوب لهم كثير من ضمنهم أنه يسخن و يلاقي وطبعاً الناس الذين اشتروا PS3 كان موقفهم سيئ من هذه النسخة ولكن شركة سوني بعد مرور أقل من سنة تصدرت نسخة PS3 سليم و نسخة PS3 سوبر سليم بالنسبة للنسخة سوبر سليم تأتي بـ 500 جيجا في الميماوار والذي حقاً أكثر ما بيعها هذه النسخة لم يكن هناك نسخة أخرى لا يمكن أن يأخذها كثيراً وهي 320 جيجا وطبعاً ديسك دير من نوع HDD يأتي بالرام يأتي بـ 256 ميجا ماشي جيجا وهذا الميجا أخي الكريم من نوع XDR وكذلك هذه النسخة تأتي بمعالج GDDR 3 يعني خالي من التقطاع لا يوجد بحل PS3 العادية وهذا نأتي بالدقة العرض للألعاب PS3 سوبر سليم سوبر سليم أخي الكريم يأتي بالدقة الـ Full HD التي هي 1080p وكذلك 720p وكذلك 420p يعني بثلاثة الجودات ممكن تلعب PS3 سوبر سليم وبالنسبة لنسخة PS3 سليم تقريباً هي نفس النسخة بـ PS3 سوبر سليم تقريباً بحال حتى هي ممكن تلعب بالدقة الـ Full HD والـ 720p والـ 480p أنا من وجهة نظري سوبر سليم و سليم تقريباً بحال ما إليك أن تشري والقيشف السوق سوبر سليم فمن الأحسن أن تأخذ سوبر سليم معلومة أخي الكريم على قوة PS3 القوات الجوية الأمريكية في سنة 2010 شرعت أكثر من 1700 كونسل PS3 من على شركة سوني و طبعاً ليس لتلعب بها ولكن في 2010 يبنيه أكبر حاسوب عملاق في العالم وهذا حيث يطوره من أبحث الذكاء الإصطناعي وكذلك تحسين الرادات ومعالجة صور القمر الإصطناعي وهذه المكونات التي تريد أن يصابها في هذه المكونات تخيل أن تصل القيمة إلى 40 مليون دولار رقم خيالي ولكن الباحثين عندما ترى أن هذا المكونات يمكن أن يصابها في المكونات كلهم هذه الصناعة الحاسوب العملاق فقط وهذه المكونات طبعاً كوندور كاسر كنت أتمنى أن تكون نطقة الاسم صحيح وهذه المعلومة أخي الكريم لتعرف قوة جهاز كنت أتمنى أخي الكريم أن تكون سافتت فيديو في الدابة درجاء وتعبونه لتعرف لكم موعداً في فيديو قادم إن شاء الله دمتم فرعات الله وحفظه وحبكم في الله دائماً وأبداً والسلام اشتركوا في القناة